اشتركوا في القناة عن سليم البدري حلقة اليوم عن الخواجع عبدالقادر عن شيخ العرب همام حلقة اليوم عن النجم يحيى الفخراني قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولده محمد يحيى إبراهيم المصطفى الفخراني في 7 إبريل سنة 1945 في مخافظة الدقة أهلية بمصر حصل على بكلورس الطب والجراحة سنة 1971 من كليات الطب بجامعة عين شمس في القهر وقد كان عضوا بارزا في فريق التمثيل بالكلية وحصل أثناء الدراسة على جائزة أحسى ممثل على مستوى الجامعات المصري اشتغل بالطب بعد التخرج لفترة قصيرة كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية بالتلفزيون وكان ينوي التخصص في الأمراض النفسية والعصبين وكان أثناء ذلك يعتبر التمثيل هواية فقط ولكنه وقع في دائرة الاحتراف بعد ذلك وبدأ يحل فخراني مسيراته المهنية سنة 1972 بعد أن ترك مهنة الطب واتجه إلى العمل في المسرح ليبدأ رحلته حيث شارك في العديد من المسرحيات ومنها حب وفركاشة سنة 1974 ثم بكالوريوس في حكم الشعب سنة 78 ثم حضرات السادة العيال سنة 1988 ثم جوازة طلياني سنة 1998 ومسرحية ليلة من ألف ليلة سنة 2015 وقد كانت بدايته في التلفزيون عندما شارك في مسلسل أيام المرح سنة 1972 مع القدير عبد المنع المتبولي ثم شارك في مسلسلات الرجل والدخان وهروب والجريمة ثم كانت بدايته في السينما سنة 1977 في فيلم آية ليليا زمن مع رشدة أبوازة وساميرغان في عام 1979 لمع نجمه وأصبح معروفا للجماهير من خلال المسلسل الاجتماعي الشهير أبناء الأعزاء شكرا مع عبد المنع المتبولي أيضا وفي نفس العام شارك في مسلسلين آخرين هما طيور بلا أجنحة وسفينة العجاج وفي سنة 1981 شارك مع فردوس عبد الحميد في مسلسل صيام صيام وفي عام 1982 شارك في سلاسة أفلام هي رحلة الحب والشقاء وفيلم دعوة خاصة جدا مع فريد شوقي وفيلم الغير القاتلة وقام فيه بدور البطول وخلال السمانينيات قدم الكثير من الأعمال السينمائية التي لاقت استحسان الجمهور وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان قرطاش سنة 1984 عن فيلم خرج ولم يعد مع فريد شوقي وكذلك حصل على جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم عودة مواطن سنة 1986 في الفترة من سنة 1987 حتى سنة 1992 شارك في أجزاء المسلسل الدرامي المصر الشهير ريال الحلمية وقام فيه بدور سليم البدري وحقق نجاحا جباهيريا كبيرا جدا في هذا الدور قدم في التسعينيات العديد من الأعمال الدرامية تلفزيونية التي لاقت نجاحا وكان أهمها ألف ليلة وليلة ونصف ربيع الأخ وكذلك مسلسل لا ومسلسل زيزينية بجزء أيه وحصل سنة 1993 على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة وخلال تلك الفترة قام بالبطولة في عدة أفلام منها إعدام القاضي والحب في السلاجة والحقيقة اسمها سالم وأرض الأحلام ونال عنه جائزة المهرجان القوم الرابع للأفلام الروائية سنة 1993 واستمرت مسيرة إحة الفخران الناجحة خلال السنوات حتى الألفينات فقدم جوح المصري ومسلسل يتربى في عزه ومسلسل شرف فتح الباب ومسلسل الليل وأخره والذي حصل في انخلاله على جائزة أفضل ممثل في عام 2010 لعب بطولة مسلسل شيخ العرب همام وفي عام 2012 قام بدور الخواج عبدالآدر وفي عام 2018 قام ببطولة المسلسل الدرامي بالحجم العائلي بالإضافة إلى كل ذلك فقد قدم عدة مسلسلات إزاعية منها هيام وفارس الأحلام سنة 1986 والحوت والكتكوت سنة 98 ومسلسل أحلام شهر زاد سنة 2015 كما قدم العديد من تجارب الأداء الصوتي للأفلام الكرتونية ومنها قصص الإنسان في القرآن وقصص الآيات في القرآن وفي عام 2021 قدم مصرحية ياما في الجراب يحاوي ومسلسل نجيب زاهي زركش وليحي الفخراني العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تركت أسرا كبيرة للمشاهدين ومن بينها للعدالة وجوه كثيرة والليل وأخره وعباس الأبيض في اليوم الأسود والمرسى والبحار وسكة الهلالي وشرف فتح الباب وابن الأرندلي ووالنوس ويعتبر يحا الفخراني بحق هو معشوق الدراما التلفزيونية وقد فاق نجاحه فيها نجاحه في المصرح والسينما بشكل كبير أما الحياة الاجتماعية فقد تزوج يحا الفخراني مرة واحدة من زميلته في كلية الطب وفي فريق التمثيل بالكلية دكتورة لميس جابر والتي التقى بها في المصرح الجامع وما زال زواجهم مثالا قائما على الحب والمودة رغم اختلاف الديانة بينهما وقد أنجب منها ولدينهما شادي وطارق ولدينهما سلاسة أحفاد هم يحيا وآدم ولميس وزوجته دكتورة لميس جابر كانت طبيبة مختصة بأمراض النساء والتوليد كما أنها أديبة وكاتبة سيناريو وقد قدمت في الفترة الأخيرة برنامجا تلفزيونيا لقى قبولا ونجاحا جماهريا اسمه حواديد لميس جابر وقد دخل ولديه شادي وطارق المجال الفني حيث يعملان كمخرجين وولده الطارق مسل معه في فيلم حاكمة علي بابا أثناء طفولة يبلغ يحل فخراني من العمر الآن حوالي سمانية وسبعون عاما متاع الله بالصحة والسعادة ولزال عطاؤه مستمرا إلى الآن برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر